بعض الناس هدان الله و إياه يعلق أشياء على البيوت منها يضع رأس حيوان رأس ثور رأس أسد أو حود سمك أو أشياء يأخذها من البحر أو يضع كف أو عين أو هذه الحديدة قطع من الحديد توضع في رجل الخيل الفرس أو نعل قديم أكرم كالله أو خرق جلود سوداء يضعها في السيارات أو يكتب على السيارة بعض الكتابات يكتب مثلا الحسد لا ينفع كذا مثلا لماذا تضع هذه الأشياء؟ ولي دا شيء يأخذ الكيغي أو كيغي يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين دا يقين ساتيك الله رب العالمين دا شينا دا نظر دا ركاول دا بارا في ذلك نقول هذا الشركة صغر وإذا اعتقد أن هي اللي تنفع وتضر بذاتها فهذا الشركة أكبر أو كتر تا دا عقيدة وساتي شي دا شينا بذات خد تاوان أو زرار وركي نو بياشر كي أكبر تعطي حل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ آية رسول الله صلواته سلم دا كري دي كان النبي صلواته سلم لديه دار ولديه أولاد ولديه دواب لم يصنع النبي صلواته سلم شيئا من هذا رسول الله صلواته سلم كور همو أولادهم وصور ليهم ورسروي نعم فالذي يحفظنا هو الله سبحانه وتعالى سوق كي زمن حفاظتكي أغا الله رب العالمين دي نعم تعتقد وتجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب مثاله وجاك ألم في البطن تقرأ على بطنك الفاتح هذا سبب شرعي رقية شرعية كم شيئنا كي الله رب العالمين سبب قرزة ولدي هغا بايج سبب قرزة ومثال كي توربي كي ستاب خيطة باندي الدرد راغي الله رب العالمين تدعاوك نعم أو تأخذ شيء من الدواء وتشرب أو يازني دواء رواخلاء أغا أخرى تأخذ عسل شاهد واخلاء وتشرب العسل أو ويسكا فيه الشفاء بإذن الله بدي كده الله بحكم سرى الشفاء ده أما أن تضع العسل يعني عندك في البيت دون أن تستخدم العسل هذا ما ينفع أو كده شاطر أولي وأسهد كور كده يخي ويستمالينا لغا يسفيدنا كي إذن لابد أن ننتبه من تعليق هذه الأشياء فهي إما من الشركة الأصغر أو من الشركة الأكبر والله أعلم لازمي خبرنا دا چه مونغا دي شينو تمتوجيشو إما من الشركة الأصغر أو من الشركة الأكبر الله أعلم